اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي يوم امس 30 حزيران 2024 مرت الذكرى 104 لانطلاق الثورة العشرين ثورة العراقين الكبرى لن اتحدث عن تفاصيل تلك الثورة ومن قام بها وكيف قامت الثورة التي استمرت نحو ستة اشهر لكني سيتحدث عن موضوع اخر اولا اقول ان التاريخ ليس ملكا لمن ينسج قصصا ولديه ادوات دعائية اعلامية تصفق وتهلل وتطبل لهذه القصص على انها هي الحقيقة التاريخ ملك لمن يتمسك بالاهداف السامية والقيم العالية التي قامت من اجلها تلك الاحداث وما زال يدافع عنها ويتمثل بها هذا هو التاريخ ملك لمن وليس ملكلما اقول هذا لانه في كل مناسبة عندما تأتي ذكرى ثورة العشرين ثورة العراقين الكبرى عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني للعراق اللي بدأ عام 1914 اقول يعني كل ما تبدأ هذه يعني كل ما يتأتي ذكرى هذه الثورة من عام 2003 لحد الان 21 سنة مرت وتعودنا بكل سنة تخرج علينا فئة يعني تخرج عننيا وتتخذ من ذكرى الثورة يعني قناعا لكي تنتج خطابا او لكي تثير خطابا طائفيا مملوء بالفرقة والكره والبغضاء للعراقيين وهذه حقيقة حالة غريبة كل الشعوب مهما كانت اتجاهاتها مهما كانت طوائفها مهما كانت دياناتها تعتز بتاريخها وتاريخها يمثل شيء كبير مهما كان خاصة انه احنا نتحدث يعني قلت في عام 2003 لحد الان اكثر من عشرين سنة تحدث بعد اكثر من ثمانين سنة من وقوع هذه الثورة يعني تاريخ هذا تاريخ نعتز به تاريخ ثورة عظيمة قام بها كل اهل العراق تولوا القيام بها يعني من العيب جدا جدا ان نرى وهذا ما يحدث في كل ذكرى لثورة العشرين من العيب ان نجد فئة تدعي انها تتبنى الخطاب الذي يدافع ودعونا نتحدث بكل وضوح تدافع عن الشيعة كونها تذكر الثورة ثورة العشرين وتعتبرها انجازا للشيعة وفي هذا اساءة لثورة العشرين في هذا اساءة للشيعة فيها اساءة للعراقيين وللعراق لان من يدعي ان الثورة قامت بها فئة معينة ولم يقض بها العراق كله هذا دعي وكاذب ومزور للتاريخ تاريخ لا يكتب هكذا اللي يدافع عن الشيعة ويدافع عن السنة ويدافع عن الأكراد ويدافع عن المسيحيين والصابية وكل العراقيين لانه هاي ثورة ثورة عراقية بهوية عراقية لم تنطلق برايات طائفية هاي الرايات الطائفية هاي شفناها وراء الالفين وثلاثة من المعيب ان تشوهوا تاريخ العراقيين وان هذا يعني عندما اقول تاريخ العراقيين اقصد تاريخ السنة والشيعة ومسيحيين ومسلمين وكرادو وعرب وطركمان وكل شيء تلوثون تاريخهم وتسيئولهم بالحديث عن هذا الموضوع والذين يتحدثون في هذا الموضوع هم جهلة مجموعة من الجهلة الحقيقة الذين لا يفهمون لا في التاريخ ولا في الاجتماع ولا في الوطنية ولا في كل شيء ولا في العراقية ولا ينتمون للعراق لان لو كانوا ينتمون للعراق لا يتحدثون هذا الحديث ويتخذون لاحظوا لاحظوا الانحطاط الى اي درجة يصل يتخذون من الشيخ غاري المحمود رحمه الله عنوانا لكي يشتموا طائفة اخرى يشتموا السنة وهذا عيب هلا يكفي هذه الدماء التي سالت ونحن نهر من الدماء سالوا يدجة والفرات نهر الدم العراقي والطائفية هذا والخطاب الطائفي هذا والكره والحقد والغير مبرر هذه الميليشيات التي تتلقى التعليمات من ايران وتمارس شتى انواع البغضاء والكره والحقد على العراقيين لا يكفي يكفي هذا الخطاب خطاب مج رث معيب يتخذونه الثورة قامت اللي قام بها اللي اطلقوا اهزوجة الطوبة الطوبة احسن اللومكياري والذين اطلقوا اهزوجة يوم قاوموا المدفع البريطاني بمجيارهم باسلحة بدائية هؤلاء اهل الجنوب للفرات الاوسط والثورة قامت بهؤلاء الذين هتفوا يوم رفعوا جثمان الشيخ ضاري المحمود على اكتافهم وهتفوا هزلندن ضاري وبتشاهة هؤلاء الذين قاموا بالثورة سنة وشيعة وعربا واكرادا والثورة امتدت في كل مكان امتدت في النجف وفي كربلة وفي الرمادي وفي ديالة وفي الموصل وفي كل مكان في صلاح الدين ومن المعيم والديوانية والمثنى وفي السماء لا يمكن الحديث بهذا الشكل هذا بإساءة للتاريخ بإساءة للناس بإساءة يعني لا حول ولا قوة الله بالله هذه الكذبات الكبيرة التي يصورونها للناس ويعتقدون أن الناس سيصدقون بها هؤلاء ولم يكونوا في ثورة العشرين لم يكونوا يعملون هذا الفكر الطائفي هذا الفكر المشتت هذا الفكر الخبيث الذي تحمله الميليشيات الآن ويحمله من يحكمون العراق بهذه الطريقة بالمحاصصات للناس أنتم تحكمون في فترة سيئة وسيذكر هذا التاريخ بكل سوء لكن لا تسيئوا للتاريخ لا تسيئوا للتاريخ العراقيين هذا التاريخ العراقيين بشعلان أبو جون وبضار المحمود وبغيرهم وغيرهم وغيرهم كلهم كلهم أبناء العراق الذين قاوموا وقالوا نحن أبناء العراق أنا من الجنوب وهو من الغربية هو من الجنوب، أنا من الغربية وهو من الجنوب ومن بغداد يقول أنا من لديالة ويقول أنا من البصرة وأنا من الموصل وأنا من الأعمارة هذا العراقي أما هذه الأحاديث التي تحدثون بها تكسر الرأي الكبير وتكسر وحدة العراقيين وتشتت العراقيين والذين يتحدثون بهذا المنطق الآن هو أنتم ما تموصون للشيعة الذين يقولون نحن مخلصين ويدافعون عن تاريخ للشيعة بهذه الطريق عليهم أن يقولوا ما الذي فعلوه للشيعة وجاءوا من عام 2003 لحد الآن يتكلموا بالمظلومية مظلومية الشيعة هؤلاء ذول عراقيين ظلمتوهم أكثر مما ظلمتوا مما ظلموا في أي عهد من العهود التي مرت على العراق وظلمت السنة وظلمت الهكراد وظلمت العرب وظلمت المسيحيين والصابع والكل ظلمت العراق كله بكل مكوناته عيب بالتاريخ ليس شماعة تعلقون عليها أمراضكم وخطاباتكم الطائفية والممزوجة بالكراهية والعنف والأذى التاريخ يجب أن يكون معنا وليس علينا أما أن تحولوه إلى ثقل على ظهور العراقيين لكي يحملوه وتنكسب ظهورهم هذا غير مقبول وغير منطقي وتبقى ثورة العشرين ثورة كل العراقيين ثورة العراق الكبرى مهما قيل عنها ستبقى هي ثورة كل العراقيين ومن قام بها من رفع المقوار أمام المدفع ومن هزل دنوبة شاهر هؤلاء الذين قاموا بالثورة وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة